وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ أهلا بكم لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دا يرجع لأن مفتاح دخول الإسلام ومفتاح السعادة في الدنيا والآخرة هو الشهادتين في الآياتين السابقتين دع الله عز وجل الناس لإخلاص العباد له وحده وأقام الأدلة على ذلك فهو من خلق الخلق وجعل الأرض في راشة والسماء بناء وأنزل الماء من السحب فجعل الأرض تثمر فعطاء الربوبية المتجدد هو أعظم دليل على أن لا إله إلا الله وبعد ذلك دعاهم إلى الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل إليه من ربه الكرآن الكريم وبذلك يتحقق شهادة أن محمدا رسول الله وزي ما تعودنا دايما نقارن بامتلت طواف مذكورة في سورة البقرة المؤمنون والكافرون والمنافقون أما المؤمنون فهم مطمئنون للقرآن الكريم لا شك ولا ريب في قلوبهم وأما الفئة الضلة والباغية ففي قلوبهم شك وريبة فهذه الآية الكريمة تتحدث إلى المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين والكفار والمنافقين وأهل الكتاب فتقول لهم ها أنتم تعلمون نشأة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بينكم فهو لا يقرأ ولا يكتب وليس بشعر وأنتم العرب أهل الفصاحة والبلاغة والشعر فالتحدي قائم بيننا وبينكم فأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن واجمعوا لذلك شركاءكم وأعوانكم وآلهتكم آيات التحدي يعني إيه آيات التحدي؟ هم أربع آيات في أربع صور مختلفة ثلاث صور مكية وسورة واحدة مدنية الإسراء وهود ويونس وسورة البقرة وخلي بالك أن في تدرك في التحدي من أعلى إلى أسفل قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالتحدي هنا لمشرك مكة أن يأتوا بمثل القرآن فلما لم يستطيعوا خفف الله التحدي إلى عشر صور من مثل القرآن في سورة هود قال الله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين طيب وبعدين فشلوا مرة أخرى فخفف الله عز وجل التحدي إلى سورة واحدة مثل القرآن وذلك في سورة يونس قال وبعد فشلهم الزريع لم يستطع المعاندين أن يأتوا بسورة مثل القرآن فكان التحدي الرابع والأخير والضربة القاصمة لهم فإن كنتم أيها المعاندون لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثل القرآن في الكمال والبلاغة والإعجاز فأتوا بسورة من مثله ومن تفيد الطبيض وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ريب معناها شك كلنا طبعا نعرف سورة القدر وفي ليلة القدر وفي رمضان وإكراما لهذا الشهر نزل القرآن الكريم كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أما نزلنا في هذه الآية الكريمة فمعناها أنه نزل على دفعات فالقرآن الكريم نزل منجما حسب ما تقتضيه الحاجة أما كلمة عبدنا ففيها تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى الله عز وجل خيره ربه بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم وده كمان في تذكير لأمته حتى لا يغال في تقديسه وتعظيمه وعبادته مثل ما فعل اليهود والنصارى وده غير أنه كمان بينفي أي تدخل للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من الكرآن الكريم مثبت لنا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يسجد لصنم قط فهو عبد خالص لله عز وجل عندنا سورة نكرة تفيد العموم مش شرط تكون سورة كبيرة زي سورة البقرة يكفي أي سورة ولو حتى أقصر سورة اللي هي سورة الكوثر ومعنى شهداءكم أعوانكم وشركاءكم وآلهتكم وأخيرا يسأل باستغراب الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كيف يكذبوه وهو الصادق الأمين هل من الممكن أن يصدق الرسول معهم ويكذب على الله أكيد مستحيل جزاكم الله خيرا